إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بصرن بعيوبنا وتجاوز عن ذنوبنا ومعاصينا لا تشمت بنا الأعداء اللهم لا تفضحن بين خلقك اللهم كن لنا ولا تكن علينا وخذ بأيدينا إلى سبيل الأمان والنجاة والسعادة يا رب العالمين أيها الإخوة والأخوات تذكرون في حلقات مضت ونحن نتحدث عن أهمية الصلاة وللحظت أنا ركزت على هذا الموضوع لأنه هو الدين هو الدين بعد توحيد ربي الصلاة ونشوفه في مجتمعنا أنت أختي المسلمة أنت أخوي المسلم أنت الأخ الكبير وأنت الشاب وأنت الصغير وأنت المسؤول وأنت الراعي وأنت الرعية أنا نشوفه بعينينا أين الصلاة فينا وأين أثر الصلاة فينا تقول الله يا أمة محمد وأقيموا الصلاة ولا تضيعوها وما زال ننأكد في هذا الدروس المتتالية درس بعد درس وهذه سلسلة ونأذكرها شوف سبحان الله العلي العظيم اللي عنده شي دعوة عنده شي دعوة فإنه ينظر هذا الدعوة ويجيبها وقتاش لما يكبر ويقول الله أكبر تكبيرة الإحرام قائما يقرأ الفاتحة ركن ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة سنة يركع ركن يرفع من الذكوع ويستقيم قائما ركن يهو إلى السجود ركن ساجدا جئنا إلى بيت القصيد لما يكون ساجد لما يكون ساجد في الركوع في الركوع هكذا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لما ارفعوا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سجد في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العلى وهو ساجد وهو ساجد ينثر الشك وانتاعه إلى الله أشكير ربي أبكيله أطلبه أدعيه اسأله هذك هذك الهيئة راسك أنفك ذرعتيك ركبتيك قدميك الأعضاء السبعة هذيك في هذا الحال صورة من صوري الذل بين يدي الله ثم ثم خبر ربي أسأل ربي وشكير ربي أبكي الربي سبحانه وتعالى حال السجود جاء في الحديث الصحيح قال أقرب ما يكون العبد أنا أنت أنت أختي المسلمة أقرب ما يكون العبد من ربه واكتش ساعة أنت على القرب قريب من ربي بالزاف 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 واكتش أقرب ما يكون العبد من ربه وهو وهو ساجد إذن مادم تقريب هذه فرصة مادم تقريب من الملك عز وجل اسأله حاجتك اسأل الحاجة انتعك انت قريب منه ما كانش حاجة بينك وبينه ما كانش الباب ره مفتوح اسأل الله سبحانه وهو يسمعك انت تسأل وربي يسمع وربي يسمع ذك الالحاح منك انت الحيت على الله سبحانه وتعالى والله يسمع دعائك واذا سألك عبادي عني فاني قريب في السجود فاقرب ما يكون العبد من ربه وهو سجد الصلاة الصلاة قربه الصلاة تقربنا من الله وما كاش واحد بنه وبينه انا معاه نحن معاه عز وجل بين يديه هنا سجدين فاسأل الله من فضله وننصحك نصيحة من هذا المنبر الاعلامي من قناة النهار هذه فرصة اذا سجد اعليش تزرب بيش ترفع راسك جيب التسبيح بطمأنينة قل سبحانه ربي طمأن خلي اعضائك تطمأن خلي كل الجوارح تتمكن من هذا السجود وانت حاط الجبهة والانف انتعك وانت تسأل في ربي وانت تدعي في ربي وانت تثني على ربي وانت تشكي إلى ربي اشكو بثي وحزني إلى الله فوضت اليك امري يا من بيده ملكوت كل شيء يا رب العالمين ربنا 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 وانت ساجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقامن أن يستجاب لكم السجود هذاك وانت ساجد لله هذا يمهد إلى ماذا يمهد إلى استجابة الدعاء سمعت النداء توضيت ومشيت وجيت وادخلت والآن انت قائم بين يديه كيف يردك وقد أخلصت النية وجئت بسبب من أسباب استجابة الدعاء شوه انك ساجد بين يديه انك ساجدة بين يديه فقامن ان يستجاب لكم وبالمناسبة رب رهد عانا إلى السجود واحنا ساليمون شوف ساليمون الصحة والعافية والدار والمأكل والمشرب والأمن والاستقرار واحنا لباس علينا دعاكم إلى السجود وأنتم سالمون لمسجدش الآن يدعون إلى السجود يوم القيامة فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وهم سالمون كي كانوا حيين دعاهم إلى السجود وهم سالمون لباس عليه ما يصليش ما هو ش مريض ما عنده حتى مشكلة وآمن ومستقر ما شاء الله العلي العظيم ما يصليش يدعون إلى السجود وهم سالمون لا يسجدون كي جو يوم القيامة يأمرهم رب بالسجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة فأمر الصلاة أمر عظيم وشأنها شأنها كبير والحان تحى خطير مع الله سبحانه وفي آية قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وقد كانوا يدعون إلى الركوع أم كان ربي كان يأمرهم بالركوع وكان ربي يأمرهم بالسجود وكان ربي يأمرهم بالصلاة ويأمرهم ربي بالقيام فأبوا عليه بس الله لوش فكيف يلقونه يوم القيامة اللهم أعن على إقامة الصلاة اللهم أعن على أدائها اللهم أعن على أن نحرص على صلواتنا حيث ينادى بها اللهم أعن ووفقنا لنصليها في وقتها على الوجه المشروع على الكيفية التي أمرتنا بها على طريقة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم عليه السلام الخليل كان من دعائه الطيب المبارك الذي دع الله به قال ربي جعلني أنا عن نفسه هو عليه السلام ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي دعا النفسه ودعا للذري ينتاعه بماذا؟ بإقامة الصلاة فربنا جعلنا مقيمين الصلاة واجعل ذريتنا ممن يقيم الصلاة واجعل أهلنا ممن يقيم الصلاة واجعل إخواننا وأخوتنا من المسلمين والمسلمات ممن يقيمنا الصلاة وممن يحرصون عليها هذه أول خطوة عملاقة يقتحها الإنسان بينه وبين الله سبحانه الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه الله نور السرير بالإيمان والله بصرنا في بصيرتنا بالنور التام في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين ندعي والدعاء لنا والجميع المسلمين الله نبهنا من غفلتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناضرة ناضرة بمعنى منورة إلى ربها ناضرة أي تنظر إلى الله سبحانه في الجنة يا رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر